من كان يدري أنه سيأتي يوم يكون فيه تحت ظل هذه النخلة من تلك الواحة بمنطقة الدوسن بولد جلال التي فيها من كل الثمرات يربى فيها سمك البلطي أنا درت تجربة في البسانة كتاعة الدعم نعطاه لنا اللي قيت نتيجة يعني عندي بيوت بلاستيكية نخدم بهم ما نديرش لنغري خلاص وعطاتني منتور درت الحوط البلطي في البسان هي من المخلفات تعوه هذيك مد منتور جزين يعني خير من الله نغري وخير من الله شخص طبيعي ولم ينتهي استثماره هنا فحسب بل مزج بين تربية المائيات المواشي والخيل استفدنا من دعم فلاحة من طريقة عن طريق الدولة في النخل واستفدنا من البسان ورافقتنا الدولة يعني في الدعم وكل في الكهرباء في البناء الريفي كما يقولوا وفلاحاني آخران اجتهد في خدمة أرضهما والدولة سخرت لهما كل المقدرات رانينا وصحي بهذا شركنا في هذه البلاصة وعمرناها وعنينا نقول لك صح عنينا هنا ياسر بزيف لا لا ذوك والله الحمد لله عدادنا الماء واللباس وجبونا الترسيدي كهرباء والحمد لله يا ربي راني ذوكا لباس حمد لله الحمد لله اليوم رأى عندنا لفوراج عندنا مثلا جهتنا الكهرباء يعني اللي هي الأساس يعني تعالى الفلاحة ويعني تقدر يعني توسح حتى البلاصة الليكست تفلح فيها والله يعني تعطيك منتوج أحسن سفات الولاية من أكثر من ربط ألف ومئة مستثمرة على مستوى ربع الولاية سفات الولاية بأكثر من مئة وخمسين ألف شجرة نخيل خلال موسم من 2014 إلى 2025 حوالي تسعين مشروع جسدوا في سنة 2024 اللي يستفادوا منهم في اللاحين من وضع تجميع المياه ويدمجوا فيها طربية المائيات جهود تنموية جعلت من الجزائر أرضا خسبة تنتج مختلف الخيرات لتصبح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني